اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ومكملين لحتى نحكي عن منصة حبايبنا وما الانجاز الجديد لمنصة حبايبنا منصة حبايبنا زي ما منعرف هي منصة موجودة لكل الأطفال والأهالي والمختصين والخبراء اللي ممكن يتحركوا حول مشكلة أو تحدي ممكن يصادف أحد أبنائنا ولكن منصة حبايبنا اليوم عم بتقدم لنا انجاز جديد موجودة معانا اليوم ضمن برنامج اكسبو لايف نحكي أكتر ما يعني اكسبو لايف وما هو هذا البرنامج وكيف منصة حبايبنا عم تخلق تغيير في المجتمع بشكل إيجابي مع السيدة ريم الافرنجي مؤسسة منصة حبايبنا وهي أيضا واحدة من المبتكرين العالميين ضمن برنامج اكسبو لايف صباح الخير صباح النور كيف الأخبار؟ تمام الحمد لله يعني انجاز جديد وموقع جميل من خلاله أيضا رح تقدموا كل الأمور الإيجابية اللي عم بتقدموها بمنصة حبايبنا أكيد أكيد يعني هي صراحة هلأ انه كنا جزء من برنامج اكسبو لايف رح يمكننا انه نقدر نطور شغلنا أكتر نشتغل على التكنولوجي أكتر اللي رح تساعدنا انه نوصل لعدد أكبر من الأهالي ونقدر انه نخدمهم بشكل أسرع كمان ونشبكهم مع أخصائيين بأي وقت هما بيحتاجوا هلأ برنامج الإكسبو لايف هو برنامج أطلقت حكومة دبي ضمن الدبي إكسبو 2020 لدعم المبتكرين الرياضيين الاجتماعيين من حول العالم بيقامنوا من خلاله انه الابتكار الاجتماعي ممكن ييجي من أي مكان حول العالم وبأنه هما رح يخلدوا ذكرى الدبي إكسبو 2020 بهذا الدعم والتغيير الإيجابي والتغيير الأهم إشي المستدام اللي رح يصير بي المجتمعات المختلفة من حول العالم فلنفترض انه فيه أشخاص عم بتابعونا اليوم لأول مرة وما بعرفوا ولا إشي عن منصة حبايبنا بحب أبلش من البداية منصة حبايبنا بتعريف صغير وبسيط وكيف قدمتوا لأكسبو لايف هلأ منصة حبايبنا دوت نت هي منصة عربية رقمية بتهتم بشؤون الإعاقات الذهنية والتطورية يعني أي أهل عندهم أطفال عندهم طفل عنده تحديات زي توحد صعوبات تعلم متلازم الدون واللي انطلقت من تجربتي أنا وزوجي مع ولادنا عبد السميع العامر اللي هما التنين عندهم إعاقة تطورية ومن أول معرفنا عنهم بصراحة كتير تخبطنا وما عرفنا شو بدنا نعمل وين بدنا نروح ما لقينا أهالي زينا حسنا كتير بالوحدة كتير هذا أخذ وقت من عمري ولادي ثلث أربع سنين لقدرنا أنه نوصل لبرامج التدخل المناسبة نعم وهون منقول أنه دائماً رياضة المجتمعية تخلق من الحاجة لكل هذه المشاريع الرياضة بالضبط هي يعني بتحيل مشكلة موجودة بالمجتمع عادةً بتكون إنه من تجربة مرأة فيها نفس الرياضة الاجتماعي وأهم إشي فيها هي موضوع الاستدامة وإنها تكون الحلول المبتكرة يعني أفوذة للمستخدمين تابعونها إنه ضمن التكاليف المقدور عليها اللي فيه بتناول جميع الكل بيقدر عليها ما يكون باهدات التكاليف بالضبط أوكي وتم اختياركم ضمن 6400 مشروع تاني يعني كان الكلز نعم نحكي عن هي بروسس كتير طب خبرينة كيف قررتوا تدخلوا هذه المناسبة هلا إحنا صراحة شمئس يعني شفنا الإعلان إنه في أي مبتكرين رياديين اجتماعين من حول العالم بقدروا يقدروا الإكسبو لايف وإيجوا هما بالصدفة عرفنا إنهم جايين يعملوا زي جلسة يعرفون فيها تعرفون فيها جلسة تعرفية يعرفون عن إيش الإكسبو لايف حسيت صراحة إنه فيه إلنا فصة كحابة يبنى وقدمنا هلا بالبداية بنقدم الفكرة الفكرة بعد هيك بوافقوا عليها بنقدم طلب كامل بعد هيك بنقدم بعد الطلب إذا توافق علينا بنروح على دبي نعمل نقدم للجنة التحكيم نقدم فكرتنا وكيف إحنا أهم إشي بركزوا عليه كيف الاستدامة وقدية راح تقدر تخدمنا عدد أكبر يعني بكل سنة نعم فبصراحة إنه وصلنا لهاي المرحلة الحمد لله اتوافق على الفكرة من 6400 فكرة بعد هيك أللوهم لحدية 100 وشوي رحنا لهولا البيتشينغ قدام لجنة التحكيم وبعد هيك وافقوا على حوالي إشي وخمسين من الدورة الرابعة مبتكرين اجتماعيين من حول العالم منهم حبيبناك الشركة أردنية ومعنا كمان هدا كان بنفس الدورة فإحنا بصراحة كثير فاخورين يعني إنه بنمثل الأردن بيحدث مهم جدا زي هيك أكيد على مستوى العالم يعني والكل ينظر وكل أنظاره موجودة على إكسبو 2020 في دبي بالضبط طب ريم بدنا نحكي عن حبيبنا كيف حلت مشكلة بمجتمعنا وكيف عم بتحاول تحط كل الخبرات وكل التجارب في مكان واحد لحتى الكل يقدر يستفيد بنا بالضبط هلأ إحنا بحبيبنا اللي حسنا بصراحة أهم إشي إنه في عنا موارد موجودة لأولادنا في مراكز في خدمات في أنشطة في أهالي تانيين قادرين إنهم يعملوا أشياء بس إحنا ما بنعرف عنها كأهل من الصعب إنه إحنا نعرف عنها وهذا الإشي سواء كان برامج تدخل برامج تعليمية أو برامج اجتماعية ترفح عن أولادنا كثير مهمة لأنها تحسن حياة أبنائنا بمختلف قدراتهم يعني مش معناته أنا ابني عنده إعاقة معينة خلص إنه بده يعيش بمعزل عن الحياة أو أنا كأهل كمان بدي أعيش بمعزل عن الحياة فقررنا من هون إنه ليه ما نجمع المصادر المختلفة اللي حوالينا بمكان واحد يقدر الأهالي يفوتوا بأي وقت بحتاجوا ومن أي مكان هما فيه بالوطن العربي والحمد لله يعني لما أطلقنا المنصة بشهر 12 بال2017 كانت هيك بمجهودات فردية أنا وزوجي مع عدد صغير من المتطوعين والناس اللي حوالينا والخبراء والأهالي وبدأنا الموقع بشكل كتير بسيط زيارات معدودة بالشهر بس لحد هلأ صار عنا أكتر من 100 ألف زيارة على الموقع غير التفاعل الكتير اللي بصير عنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبنشبك من خلالهم أهل بحتاجوا لمعلومة معينة من أخصائي بنشبكهم مع أخصائيين وهذا اللي هيصير السنة الجاي بدعم الإكسبو لايف يعني موجود على الموقع فأنا من خلال الموقع بقدر إني أشبك مع أخصائي أشوف أنا وين بدي أروح أنا وين ساكنة إيش بي حولي برامج أو أنشطة تقدر إنه تسهل حياتي يعني مع ابني وإكسبو لايف كمان رح يعطيكم فرصة إنكم تلتقوا مع الرياديين تانين وبما عندهم تجارب مشابهة وتستفيد من ترجبهم بالضبط إحنا كنا أصلا ببداية شهر 12 كانوا عمرين مؤتمر جامعين في كل الرياديين اللي هما بدعموهم من مختلف أنحاء العالم حوالي 120 ريادي تجارب كتير ملهمة من مختلف أنحاء العالم إنه إحنا نتعرف إنه إحنا مثلا مش لحانة اللي في عنا تحديات يعني في كتير كتير بلدان بالعالم عندهم تحديات وابتكارات آخر سؤاله بهمني كتير كيف عرح تضمن الاستدامة لهذا المشروع؟ هلأ إحنا صراحة عادينا بندرس الهول بيزنس موضل تبعنا إنه كيف ممكن يكون في عنا رسوم بسيطة من سواء إذا حدا بده يستخدم هاي المكالمات مع الأخصائيين أو إنه بده يصير يشارك الأنشطة تبعته يعلن عن البرامج اللي عنده من خلال المنصة فكلها طبعا هلأ ندرسها عشان تكون برسوم رمزية مقدورة على معظم الموجودين ويكون فيه كمان عندنا خط للأحل اللي ما بيقدروا إنهم يتحملوا نفقات هاي الخدمات واللي هي صراحة القطاع الخاص شركات يعني كتير بتحب إنها تدعم وإنها مثلا تسبونسر عدد معين من المكالمات أو إنها فيه ناس هلأ بيساعدونا إنه نعمل فيديوهات جديدة للإجابة على الأسئلة فبنحاول إنه هلأ يعني نرتب أور بيزنس موضل أكتر إنه يكون فعلا مستدام بس بنفس الطريق بنفس الوقت إنه نقدر نخدم أكبر شريحة ممكنة من الأهالي ريم الأفرنجي كل التوفيق لإليك شكرا شكرا جزيلا لكل الجهود إن شاء الله دائما تكون جهود مباركة لخدمة هالمجتمع وهالأطفال شكرا لإلكم أنتم كمان الله يخليكي